هذا يقول شاب سافر إلى الخارج بهدف السياحة وتزوج زواج متعة بمهل مقرر فما حكم ذلك أولا سفره بغرض السياحة هذا لا يجوز لأنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار إلا لغرض صحيح إما لتجارة وإما لعلاج وإما لتعلم مثلا لتعلم علم لا يوجد في بلاد المسلمين مثل الطب والصناعة وما أشبه ذلك تعلم خبرة أو عمل من الأعمال فإذا كان السفر إلى بلاد الكفار لغرض صحيح فإنه يجوز بشرط أن يقدر الإنسان على إظهار دينه هنا وأن يجتنب محلات الفتن ومحلات الخطر ويبتعد عن مواطن الفساد أما إنسان يذهب لمجرد السياحة فهذا لا يجوز الأمر الثاني نكاح المتعة هذا باطل بإجماع المسلمين ويجب تأديب من فعل هذا لأن هذا حكم حكم الزناء نكاح المتعة حكمه حكم الزناء لأنه نكاح باطل بإجماع المسلمين وقد نسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح فمن عاد إليه فإنه يكون عاصيا لله ولرسوله ومخالفا لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتجب عليه العقوبة